لم يتأخر تفاعل تل أبيب مع قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ولم تكتفي بمجرد تأييده ووصف عمله بالتاريخي بل ذهبت لقصف إيران في عقر نفوذها في سوريا هنا وفي منطقة الكسوابر في دمشق ذاق الإيرانيون مجددا طعم الهزيمة في منافستهم لتل أبيب على سوريا وأكد النظام السوري نفسه قصف المنطقة بسارخين في المنطقة التي تشهد تزاحما للنفوذ الإيراني على مقربة من الجولان المحتل صهيونيا هذه الضربة لإيران في سوريا لم تكن الأولى إذ استهدفت تل أبيب منطقة الكسوة من قبل واستهدفت بشكل متكرر في شباط ونيسان الماضي قاعدة التيفور العسكرية في حمص حيث أظهرت صور من الأقمار الصناعية حجم الخسائر التي دمرت فيها أسلحة إيرانية وأسفرت أيضا عن مقتل أربعة عشر شخصا بما فيهم سبعة عسكريين إيرانيين توعدت إيران حينها بالرد في مسلسل تقرر فيه تل أبيب مسؤوليتها عن عشرات الغارات منذ عام 2016 لمنع نقل أسلحة متقدمة إلى ميليشيا حزب الله استهداف يبدو أن تل أبيب قد مهدت له بعناية فبعد ضربتها الأخيرة للكسوة طار رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو إلى موسكو للقاء رئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحتفل بذكرى الانتصار عن النازية وفي هذه الحيثية ما لها من تناقض حول رضا الروسي وقبولهم التنسيق مع تل أبيب لضرب مصالح إيران التي تشاطر روسيا نفوذها في سوريا واقع تبدو فيه سوريا والمنطقة على حافة الانفجار وحرب موسعة وتبرز فيها جدلية أخرى بين أطراف هذه الحرب التي تتذرع فيها إيران ببناء قواعد عسكرية لها في سوريا لحمايتها من إسرائيل بينما تفضل الأخيرة الشيطان الذي تعرفه وهو نظام الأسد على الفوضى وتقول إنها لن تتدخل في الحرب هناك كما أمريكا باستثناء منع توسع إيران ما يعني صفقات سلاح جديدة في شرق أوسط جديد تتجه رياحه نحو استمرار الحروب بالوكالة فأين المفر؟ ترجمة نانسي قنقر